ينضم إلينا مباشرة من أربيل الباحث والأكاديمي وفرهاد رفعت سيد فرهاد أرحب بك معنا إلى هذه النشرة بالبدء تهانينا على احتفال كاكاين بعيد العضاء وأريد أن أسألك بشكل سريع ما الذي يمثله هذا العيد بالنسبة للكاكاين أسعد الله أقاطكم وشكرا على استضافتي في هذا المناسبة أن يوم العطاء لدى الكاكاين كما ذكرت في تقريركم أنه يوم لذكر استشهاد ميراسكندر الذي هو أحد أجدادنا الرجال الدين الموجودين في تلك المنطقة والثاني يعود اختيار التوقيت ليكون ثلاثة أسابيع بعد عيد نوروس مباشرة ولكن هذه السنة لكون ثلاثة أسابيع بعد عيد نوروس يصادف يكون في شهر رمضان فحرمة لشهر رمضان ولإخواننا وأخواتنا المسلمين موجودين في المنطقة قمنا بتأجيله لكي يكون بعد العيد أو بعد رمضان والفكرة في الفلسفة يعني قد تكون فكرة العيد تقريبا وضحت في التقرير خليني أسألك أوضاع الكاكاين كيف تبدو لك خلال هذه الفترة الحالية إذا ما قرناها بفترات سابقة الكاكاين يعيشون في كردستان وضعا آمنا ومستقرا ويتمطعون بحقوقهم أزيد مما يتمطعون به في جميع مناطق العالم والكردستان يعتبر منطقة آمنة مقارنة بمناطق أخرى موجودة تحت السيطرة الحكومة الاتحادية في بخداد كيف ترد على من يقول بأن الكاكاين يتعرضون إلى تهميش والطهاد هذا واضح جدا وأنتم ذكرتم في تقريركم بأن الدستير العراقية جميعها لم يقرب الكاكاين كمكون أو كديانة أو كأي شيء فحقوقنا مهمشة ولا يعترف بنا بإضافة إلى ذلك من 2003 فترة نشو الجماعات المتطرفة التي كانوا يسمونها بالقاعدة قتل حوالي 256 شخصا بكاتم الصوت في كاركوك وأغضي ونواحي التابعة لها وبعد حرب داعش جميع القرى الكاكائية قد رحلت ودمرت وبعد اعتراف الدولة العراقية بأنه قاموا بتدمير داعش هناك جماعات متطرفة ومسلحة لا يزال إلى يومنا هذا يقتلون من الكاكاين ويحاولون أن يهجروهم من مناطقهم الذين يسكنونها أبا عن جد كم يبلغ عدد الكاكاين الموجودين الآن في العراق وكم عدد المهاجرين منهم إن وجد الكاكاين حسب قسم أحصائيات التي قام بها الأمم المتحدة هم حوالي 250 ألف نسمة في العراق وذكر في تقرير قبية و20 ألف هؤلاء يعيشون في مناطق التي يسمى مناطق المتنازعة أو مناطق مادة 120 والبقية يعيشون في كردستان ولكن بعد أحداث 16 أكتوبر الذي حدث في مناطق كاركوك ومناطق أخرى فإن حوالي 50% من الكاكاين الذين كانوا يسكنون الكاركوك وخانقين ومناطق أخرى قد نزحوا وأتوا إلى الأربيل وسلويماني ودهوك ويسكنون فيها كونها مناطق أكثر أمان وتمتعون بحرية أكثر من غيرها من مناطق أخرى موجود هناك سببان السبب كون المعتقدهم غير المعتقد الإسلامي هذا هو الأول والثاني كونهم من الأكراد فإن الكاكاين كلهم شاركوا في الاستفتاء باستفتاء الذي قام به حكومة تقليم الكورسان لحق التقرير المصير وكان الكاكاين هم الذين شاركوا به بنسبة أعلى من بقية فهذا جعلهم يكونون عرضة للتهجير والقتل أزيد من غيرهم من المكونات الأخرى تنى كثيرا على حضورك معنا مباشرة من إربيل الباحث والأكاديمي وفرهاد رفعت شكرا جزيلا لك